بتحكي الفنانة مريم فخر الدير عن فريد الأطرش إنها كانت عزمة في بيتها وكانت وقفة مستنياة في البلكونة ولما شافته بركن عربيته دخلت علشان تستقبله وبتقول إنها فضلت مستنياة ساعة ومطلعش فاستغربت وراحت تبص على من البلكونة ولقت عربيته وقفة وهو مش موجود المهم بعد شوية خبط علي فريد ولما سألته مريم أنت كنت فين قال لها إن حرصة العمارة قال له أنا بحبك أوه يا أستاذ فريد ونفسح ضلك حفلة بس ما بقدرش بسبب الفلوس فرد علي فريد وقال له خلاص أنا هعمل لك الحفلة عندك هنا وأغنيله في محصور وفعلا قعد جنبه وغنيله فمريم قالت له بقى يا رجل تسيبني مستنياك ساعة وطاة تغني الحرص العمارة فرد علي فريد وقال لها الله هو مش واحد من جنفوري يبقى زيه زي الوزير اللي بيسمعني وليه حق علي